هذه تكملت الأمثلة عن المعادلة القياسية للدائرة سونا أربعة أمثلة بعد مثال الخامس والسادس ملاحظة إذا كان مركز الدائرة يقع على محور السينات يعني ننطينا بالسؤال أنه مركز الدائرة موجود على محور السينات هنا ما ينطي بها الإحداثيات فقط يذكر بأنه المركز يقع على محور السينات رح نعتبر إحداثيات المركز هي H0 H عدد 0 يعني دائما يكون إحداثي الكي صفر إذا كان تقع على محور السينات وإذا كان مركز الدائرة يقع على محور الصادات فإن مركزها يكون صفر كي يعني إذا كان مركز الدائرة يقع على المحور السيني أو محور السينات هاي مركز الدائرة هذا النظام الإحداثي هذا المحور السيني المحور الأفقي المحور السيني والمحور العمودي نسميه المحور الصادي فإذا مذكور بالسؤال بأنه المركز يقع على المحور السيني معناها المركز موجود على السينات فيكون بقيمة الـ X H والإحداث الـ Y الصفر لأنه يقع على المحور السيني يكون مقابل الصفر ما للمحور الصادي فدائما نعتبر المركز جاي إحداثياته H و صفر لكن إذا كان مذكور أنه يقع على المحور الصادي هذا مركز الدائرة محور الصادي هو المحور العمودي هو المحور العمودي هذا المحور الصادي والمحور السيني هو المحور الأفقي هنا يكون المركز فدائما نعتبر أنه المركز إحداثياته 0 بالنسبة للـ H و K عدد معين فهذه المعلومة من تنذكر بالسؤال إذا كان يقع على المحور السيني نفرض أنه المركز هو H صفر بينما إذا كان يقع على المحور الصادي إذا كان المركز يقع على المحور الصادي فنفرض أن المركز هو 0 K نجهزنا المثال الخامس جد معادلة الدائرة أو جد المعادلة القياسية للدائرة إذا كان مركزها يقع على محور الصينات مركزها يقع على محور الصينات يعني هنا راح يكون مركزها فقلنا نعتبر المركز هو H صفر كونه يقع على محور الصينات ويمر بالنقطة 2 أربعة الدائرة الدائرة تمر بالنقطة 2 أربعة نفرض هذه النقطة هنا هي 2 أربعة ونصف قطرها أربعة النصف القطر هو البعد بين المركز المركز والنقطة قيمته أو مقداره أربعة وحدات فهذا المعلومات اللي عندي بالسؤال هي المركز يقع على محور الصينات يعني نقول بما أن الدائرة أو مو الدائرة أو مركز مركز الدائرة يقع على محور الصينات فإن C H صفر إذن قيمة ال H يعني نفرضها هي H بينما قيمة الكي تساوي صفر أو خلنا نقول ال H مجهول بعد موقمة معينة ال H مجهول وال K يساوي صفر تمر بالنقطة 2 أربعة تمر بالنقطة 2 أربعة معناها عندي ال X يساوي اثنين وال Y تساوي أربعة يعني هذه مثل ال X وهذه مثل ال Y نصف قطرها أربعة إذن R تساوي أربعة إذن هاي هسا المعلومات اللي عندي بالسؤال إنه المركز بيه ال X يساوي صفر وال H مجهول نقطة بيه ال X اثنين وال Y أربعة وعندي نصف القطر أربعة هاي المعلومات إذن أعوضها بالمعادلة القياسية المعادلة القياسية للدارة هي X ناقصا H تربيع زائل Y ناقص K تربيع يساوي R تربيع هاي المعادلة القياسية هس لو أعوض هذه المعلومات ال X معلوم ال X اثنين وال Y معلوم ال K معلوم وال R معلوم يبقى عندي المجهول فقط ال H فنقدر نطلع قيمة H أي معادلة أي معادلة لما يكون بها مجهول واحد فقط ممكن استخراجها وممكن إيجادها عوض القيم X 2 اللي يجعي من 2 4 النقطة 2 4 معناها X 2 وال Y 4 2 ناقص H تربيع زائد ال Y 4 ناقص الكيس 0 تربيع يساوي نصف القطر النصف القطر 4 يعني تربيع 16 16 فرصات عندي معادلة بها فقط ال H المجهول حل هاي بالنسبة مربع حدانية مربع الحد الأول 4 ناقص 2 في الأول في الثاني يعني 4 H زائد مربع الحد الثاني اللي هو H تربيع 4 ناقص 0 تربيع 4 ناقص 0 يعني 4 وهي التربيع يصير 16 ويساوي الطرف الثاني 16 الآن هذا 16 ويساوي نحذفه ينسى لو نقال تصير 16 ناقص 16 كميات من تساوي نحذفهم وقع عندي H تربيع 4 H ناقص 4 راح ارتبها ونحللها بالتجربة يعني H تربيع هذا حد الأوسط يصير سالب 4 H وهذه يصير حد الأخير موجب 4 يساوي 0 حللها بالتجربة ويساوي 0 موجب فيه سالب 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 فيه موجب أيضا سالب H أوامل H و H 4 حصل ضرب 2 في 2 سالب 2 H سالب 2 H سالب 4 H إذا بالتحليل صحيح H ناقص 2 H ناقص 2 نجي أما H ناقص 2 يساوي 0 طبعا الاحتمال الثاني نفس الاحتمال أيضا H ناقص 2 يساوي 0 فالآخر الاحتمال واحد مرة واحدة إذن قيمة H تساوي 2 أساس ظهر عندنا قيمة H يعني ما دام عندنا قيمة H إذن الآن المركز هو 2 0 إذن مركز الدائرة هو اللي هو H 0 قلنا راح شيصير 2 0 مركز الدائرة أصبح 2 0 وإحنا عدنا بمعلومة بالسؤال بأنه نصف القطر أربعة إذن نوجد هس المعادلة المعادلة القياسية أي معادلة نحتاج بها المركز ونصف القطر هذا المركز كمال 2 0 ونصف القطر عندي أربعة إذن نعوض إذن راح تكون المعادلة X دائما المعادلة القياسية بالX بالY X ناقص 2 زائد Y ناقص 0 اللي هو قيبة الكي هذا التربيع التربيع يساوي R تربيع اللي هو أربعة يعني تربيع يعني X ناقص 2 تربيع زائد Y تربيع يساوي 16 هاي الصيغة أو صورة المعادلة القياسية لهذه الدائرة فعيد إعادة سريعة هنا ذكر إنه الدائرة مركزها يقع على محور السينات من قبل محور السينات إذن مركزها هو H صفر وتمر بالنقطة 2 4 إذن هاي النقطة تنطين X Y ونصف قطرها أربعة إذن الار بها أربعة المعلومات الموجودة بالمعادلة القياسية كلها موجودة معدل H مجهول يعني X و Y هي النقطة اللي نتمر بها الدائرة الـ H والكيل هو المركز نعرف الكيل صفر لأنها تمر محور السينات إذن يبقى عندي بس الـ H مجهول والار مذكر بالسؤال نعوض هذا المثال السادس جد معادلة الدائرة القياسية إذا كان مركزها يقع على محور الصادات مركزها المرة يقع على محور الصادات معناه عندي هنا المركز يكون ب H هو الصفر هالمرة يكون مقابل X هذا المحور X وهذا المحور الـ Y فإذا الدائرة تقع المركز يقع هنا راح يكون مقابل الصفر بالـ H والـ K مجهول إذن المركز هو صفر K كون تقع على محور الصادات وتمر بالنقطة ستة سالب واحد يعني هاي الستة راح تمثل X وسالب واحد راح يمثل Y هاي النقطة ستة سالب واحد ونصف قطرها عشرة يعني هذا نصف القطر طول عشرة وحد فإهنا المعلومات المعطات بالسؤال إنه C صفر كون يقع على محور الصنات معناها الـ H يساوي صفر والـ K مجهول نقطة ستة سالب واحد دائرة تمر بالنقطة ستة سالب واحد معناها الـ X يساوي ستة والـ Y يساوي سالب واحد R نصف القطر يساوي عشرة R يساوي عشرة حسنا صار عندي المجهول أو المفقود هو فقط الكي نفس الطريقة السابقة نعوض هذه المعلومات بالمعادلة القياسية هذه المعادلة القياسية الـ X والـ Y معلوم اللي هو من النقطة ستة وسالب واحد يعني صرحناها ستة وسرحناها سالب واحد والـ H والـ K فقط احداث الـ H عرفناها صفر كون نتقع على محور الصادي فـ H صفر والـ K مجهول يعني هنا نعود صفر وهذا يبقى K مجهول الـ R R تربيع اللي هو نصف القطر عشرة صير مية يعني راح أصير X راح أصير ستة ناقص صفر بتربيع زائد سالب واحد ناقص الكي تربيع ويساوي مية حل المعادلة نفتح مربح حدانية هذا مربح حدانية طبعا ما يحتاج مربح حدانية ستة ناقص صفر ستة 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 وثلاثين هاي مباشرة ستة وثلاثين يزال مربح حدانية يساوي مية حلها راح نطلع قيمة الكي بعد ما نطلع قيمة الكي نرجع نكتب المعادلة القياسية باعتبار هذا يرجع X وهذا يرجع Y هنا نكتب الصفر وهنا نكتب قيمة الكي الوجدناه نفس المثال الخامس فهذا نتركه للطالب ويحله انتحلها يعني عمليا نشرحناها بعد وقبس الحل كتابة على الطالب